اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادي معنى المياه كانت توصلت لحد الكعبين زي ما قال في المزمور 119 السراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي فكلمة يعني السراج لرجلي دي معناها انه وسيط ربنا الانزان زي بيسلك فيها فالميا بتكتر كل ما الانسان بقى يحب الحاجة بعملها اكتر يقال لك قاسة الف تاني يعني بعد فترة تانية مش مهم فترة دي بتختلف من واحد للتاني لكن الانسان يحب ربنا وبيانمو في العشرة مع الله المياه اللي امتلأ من روح القدس يوصل لحد الركبتين الركبتين هنا اشارة للصلاة ذا ما تقال على المسيح للمجد جثع على ركبتين يعني الانسان تبقى حياته الصلاة زي ما قال في مزمور 109 اما انا فصلة يبقى بيحب الصلاة جدا الصلاة هو حديثه اليوم مع ربنا بطرق مختلفة كتير فيبقى الصلاة هي الحياة الدائمة لي بعد كده قاس ألف تاني في نمو تاني وعشرة مع ربنا المياه توصل للحقوين والحقوين اشارة للقوة اشجد حقويك كرجل زي ما ربنا قال للأيوب يبقى الحقوين هنا اشارة القوة هنا بقى الانسان بيمتلق من ثمار الروح القدس وبيانسان قوي جدا ما يخافش حاجة مليان من روح الله وروح الله بيدي له قوة للشهادة زي ما شفنا بطرس الرسول الأنكر قدام جارية وقف قدام رؤساء الكهنة وكلمهم بكل قوة بعد كده ألف تاني المياه وصلت بقى الحد هنا إذا بنهر لم يستطع عبوره معناها الامتلاء الكامل والفيد من روح الله الانسان مليان من ثمار الروح اللي قال عليها معلمنا بوليس في غلاطية خمسة اتنين وعشرين التسع حاجات اللي احنا كلنا عارفينهم فهنا الانسان امتلق من الروح القدس طيب المراحل دي كلها ما بتحصلش بنوم وليلة ده الانسان ازاي بيشبع ويعيش وينمو ويمسك في ربنا جامد فكل شوية روح الله بيحركه وفيه تشبيه بسيط قوي جميل قوي لو احنا جينا في قوضة وحطينا ميا في القوضة دي والميا وسط لحد الكعب بتاعنا الواحد هيقدر يمشي اه هيقدر يمشي يعني فيه صعوبة بسيطة بس هيقدر يمشي طيب لو انا في قوضة مليانة ميا والميا وسط لحد الركب بتاعتي هقدر امشي برضو هقدر امشي بس فيه صعوبة اكتر طيب لو الانسان الروح قدس بقى إن إنسان كل ما يمتلك من روح الله روح الله هو اللي يحركه مع الوقت روح الله هو اللي يقوده والإنسان بيسلم إرادته بالكامل لله من محبته لربنا وزي ما قال معلمنا بولوس الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله لإلهنا كل مجد وكرم من أبد آمين اشتركوا في القناة